قذيفة موت أخرى تحصد أرواحاً جديدة في حي بيرباشا بتاعز هذا الحي الذي كان ولا يزال مسرحاً لمجازر ارتكبها الإنقلابيون في قصفهم المتعمد للمدنيين العزل عاشرة من هؤلاء المدنيين كانوا يتجمعون أمام المطعم الشعبي الذي أغلق أبوابه في هذا الشارع القريب من نادي الصقرة باغتتهم قذيفة هون فقتلت أربعة منهم وأصابت ستة آخرين بعضهم في وضع صحي حرج اضطر المواطنون إلى التعامل مع حادث مروع كهذا بإمكانياتهم المتواضعة في إسعاف الجرحة وانتشال الجثث من الموقع الذي استهدفته القذائف العشوائية المتوسلة نية إيذاء المدنيين وقتلهم هذا بعض من أثار القصف العشوائي المتعمد الذي أتى على مباقي من حياة في هذا الحي بعد أن اضطر البعض من السكان وأصحاب المهن إلى تركه بحثاً عن الأمان اللافت في جريمة الحرب هذه هو هذا الصمت الأممي الذي لا يكترث بما يجري في تعز رغم إقرار المبعوث الخاص لأمين عام المنظمة الدولية إسماعيل ولد الشيخ بأن ما يجري فيها لا يحتمله عقل مدينة تعز حقيقة وصلت إلى مستوى من المأساة الإنسانية لا يتحمله العقل هناك ضرب ضد المدنيين هناك معاناة مباشرة وهذا كرناه وهذا على الأسف لا يبرر صمت اعتبره مصدر مسؤول في الحكومة بأنه مثير للإستغراب والتعجب وزارة حقوق الإنسان اعتبرت استهداف المدنيين العشوائي بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة في تعز جرائم حرب وترتكب منذ أكثر من عامين علاوة على الحصار الجائر والأضرار البالغة التي لحقت بالبنية التحتية وحولت تعز إلى مدينة شبيهة بلينينجراد المرصد الأورو متوسط لحقوق الإنسان اعتبر هذا الحادث إلى جانب قصف الأحياء السكنية المأهولة بالقذائف جريمة حرب بحسب نظام المحكمة الجنائية الدولية تتمدد مساحة الخوف والمعاناة والألم في مدينة تعز في وقت تستمر فيه الميليشيا بقصف المدينة وحصارها ويستمر التحالف في التعاطي مع مأساتها باعتبارها شاهد حال لا أكثر على فضائع تبقي الانقلابيين في الجانب الأسوأ من هذه الحرب ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر